بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نتكلم في الفيديو ده مع بعض عن كيف مسطق Database Northwind المشهورة جدا مع SQL Server Space Addition 2017 طبعا انا اخط ان شاء الله رابط Database في القناة تحت الفيديو ان شاء الله اللي عايز يحمله انا نزلت Database عندي هنا نزلت المانجر ده هضغط عليها double click تمام هايزعر معايا المانجزة دي هنقول له Next خلاص هنا بيقول لي موافق على License Agreement اقول له I Agree موافق على Google بكلها Next هنا بيقول لي حدد مكان Database طبعا C و او الحجم بتاعها Size اقول له Next اوكي Next هيتدي يحمل معايا بالمنظر ده خلاص كده نزلت عندنا هقول له Close طيب و نخش على SQL Server 20 sample database موجود عندنا هنلاقي database موجودة وهذه North Wind SQL اللي هي الياشر هنروح نفتح database management system لنفتح موجودة معايا فكانت موجودة من الممكن تحديث tab موجودة و من قائمة file نروح رايحين على open ومن open في عندي project merge extended file كذا كذا انا اقوله file هيفتح لي الويندو دي اروح احدد مكان الاتابيس بتاعتي طبعا في c sql server اهي خلاص واروح احدد sql هتحمل وتفتح معنا تمام كده ادي الاتابيس نبتدي بعد نعدل عليها ونبتدي نتعلم من خلال الاتابيس الجميلة دي ودي تعتبر من اشهر قواعد البيانات نقدر نعدل عليها ونتعلم منها والسلام عليكم ورحمة الله